أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن دعم المشاريع الشبابية يجسد رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في إبراز المواهب الشبابية ورواد الأعمال الواعدين مؤشير عن سموه إلى اهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي الأمين السلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله في المساهمة الدائمة بتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين جاء ذلك خلال حضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بحضور سعادة السيد أيمان بن توفيق المؤيد وزيري شؤون الشباب والرياضة الحلقة الأخيرة من البرنامج التلفزيوني الواقعي بيبان الذي ياتي ضمن مشاريع الأمل الذراع الاستشارية بل الاستثمارية لصندوق الأمل وعرض على قناة تلفزيون البحرين وعبر منصة الترفيه الرائدة شاهد وقال اسمو الشيخ ناصر إن رؤية مشاريع الأمل تتوافق مع الرؤية الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله في دعم ابتكارات ومواهب الشباب في مختلف المجالات حيث أننا حريصون على دعمهم ومتابعتهم مشاريعهم ليأترى النور خصوصا أنها موابة للمساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة وضاف سموه منذ انطلاق البرنامج في حلقته الأولى كانت هناك مشاريع مميزة بعد أن تم عرض العديد من المشاريع التكنولوجية ثم التركيز على قطاع الماكلات والمشروبات في الحلقة الثانية علاوة على مشاريع قطاع الرياضة في الحلقة الثالثة وقال اسمو الشيخ ناصر بن حمد تابعنا بسرور مشاريع قطاع الصناعة عبر الحلقة الرابعة والأخيرة التي أفرزت العديد من المشاريع الصناعية والتي ننظر لها باهتمام بالغ في ظل ما يلعبه قطاع الصناعة في الرؤية الاقتصادية للمملكة وبين سموه أن برنامج بيبان له اسهامات عديدة في إبراز مجموعة كبيرة من رواد الأعمال الواعدين ومنحهم الفرصة لعرض مشاريعهم على مجموعة من المستثمرين مبين أن سموه أن مشاريع الأمل لها دور هم في دعم المشاركين وتزويدهم بمنصة للتعرف على المستثمرين الاستراتيجيين وفتح أفاق أرحب في هذا المجال هذا والتقاسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالفريق المشرف على البرنامج والمشاركين مشيدا سموه بالجهود البارزة التي بذلها فريق العمل وحرصهم على إخراج البرنامج بأفضل صورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر